النهاردة الدكتور أشرف صبح وزير الدولة وزير الشباب والرياضة النهاردة التقى الأستاذ جمال علام في الصورة التقى الكابنة محمد بركات المشرف على المتخب التقى طبعا ميكالي خالد سرحان أحمد أبو هشيمة موجود كمان طبعا من الدعمين للكرى المصرية ووجود طبعا محمود حرب المدير الإداري جدود ياسر عبدالعزيز المنصق الإعلامي كل دون يتملهم التوفيق والدعم الكبير والدعم ألا محدود إن شاء الله في طبعا الاستعداد لأولمبياد باريس 24 معا الوزير استمع إلى متطلبات المدير الفني روجير ميكالي واستعدادات المنتخب والتحضرات وكل ما تعلق بالأمور التنظيمية والإدارية للسفر بعثة المنتخب لمشاركة في الأولمبياد ده واحد اتنين شدد وزير الشباب والرياضة على دروة العمل على توفير جميع متطلبات من أجل تحقيق الهدف المرجو في أولمبياد باريس وده الطبيعي وإن شاء الله يبقى فيه ميداليا في كورت القدم وده ما نتمنى أحمد أبو هشيم قدم دعمالي قيمته 2 مليون جنيه للمنتخب الأولمبي حتى يتسنى له الاستعداد على النحو الأمثل وده حاجة من الحاجات الكويسة يعني حاجة بنشكر عليها أحمد أبو هشيم أحمد أبو هشيم هو واحد من الناس المحترمين المهتمين بالرياضة وقبل كده له تجارب طبعا كموجود في عوض مجلس الدراء في نادي فيوتشر وراجل بحب القرط القدم ودعم القرط القدم وده خطوة مهمة جدا من أحمد أبو هشيم بنشكره عليه للمرة التانية ونتمنى يحظو حاسو أبو هشيم رجال أعمال كفر في مصر يدعمه منتخبنا الوطن وكده جمال علامة على دعم المجلس الدراء الكامل للمنتخب الأولمبي وده الطبيعي والعادي للمرة مجموعة مصر في الأولمبيات معانا طبعا أسباكستان أسبانيا وجمهورية الدمونيكان طبعا يعني نتمنى تبقى مصر وأسبانيا بعد كده إن شاء الله في الأدوار اللي بعد كده ونتمنى للمصر إن شاء الله توصل لأبعض الأدوار في أولمبيات باريس إن شاء الله استعدوا وطلع الفاصل وبعض الفاصل معي اتنين من المعدين البدانيين المنتميزين إسلام جمال وسلم حينيش هنتكلم على استعداد كل من الأهلي والزمالك أو الزمالك الأولى عشان مباراة الأولى والنادي الأهلي في مباراة الزهاب مباراة الأولى الندي الزمالك في المملكة المغربية في مدينة وجدة أمام نهات البركان والمباراة الثانية الأهلي أمام الترجة التونسية على ملعب رادس حمد العقربي طبعا حمد العقربي ده جماعة واحد من نجوم الجليزابي للمنتخل التونسي سنة 1978 واللي رحوا كيس العالم وعملوا أداء ولا أروع هو تهللوا على حساب منتخب الوطن لكن هو ده جليزابي بقيادة النجب الكبير طريق ديابه على الطوقة وتميم والعقربي ونجوم كثيرة جدا بتزجرهم التاريخ